اهلا بكم علاقات تاريخية تربط مصر بسلطنة عمان والتي تطورت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات بين البلدين عكستها الزيارات المتبادلة خاصة لقاء الرئيس السيسي في مصقد بالسلطان هيثم بن طارق السعيدة والذي شهد مناقشة سبل تعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة وذلك في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الاعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقطة في يناير من عام 2022 على المستوى السياسي تتوافق وجهات نظر القاهرة ومسقط حول العديد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الازمة الروسية الاوكرانية وتبعاتها على المنطقة وكذلك كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الازمة فضلا عن تطورات القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الازمة اليمنية اذ يتوافق الجانبان على ضرورة تسوية سياسية مستدامة تنهي معاناة الشعب اليميني وتنلبي طموحاته كذلك يوجد توافق مصري عمني إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كذلك حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الاهنة السلطان هيثم بن طارق السعيد ثمن الدورة المصرية البارز في تعزيز أليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة والذي يعد نموذجا يحتذا به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاقتماعية في الوطن العربية أما على المستوى الاقتصادية فقوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان يعكسها زيادة التبادل التجاري والتي ارتفعت لتسجل مليارا ومائة مليون دولار خلال عام 2022 وذلك مقابل ستمائة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف دولار خلال عام 2021 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى أربع وستين وستة من عشر بالمئة بينما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر مليونا ومائتي ألف دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 وذلك مقابل ستمائة ألف دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021-2022 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى مئة بالمئة يأتي ذلك فيما سجلت قيمة تحولات المصريين العاملين بعمان نحو مائة واثنين وستين مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل مائة وستين مليونا واربعمائة ألف دولار خلال العام المالي 2019-2020 أي بنسبة ارتفاع التصل إلى واحد بالمئة بينما بلغت قيمة تحولات العمانيين العاملين في مصر مليونين وستمائة ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل ثلاثة ملايين دولار خلال العام المالي 2019-2020 أما على المستوى العسكرية فقد أجرت مصر وسلطنة عمان العديد من المنورات العسكرية والتدريبات المشتركة كالتدريب المشترك قلعة الجبل والذي أجريت فعلياته بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان ومنورة درع الخليج والتي أقيمت في السعودية بمشاركة البلدين مشاهدين كان هذا عرضا لأبرز مجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان شكرا لكم لطيب المتابعة اشتركوا في القناة